هل ينطبق على قيس عيد ما قولت الإنسان أو المرء عادوه ما يجهله والله يأول حاجة أنا نقول التوانسة عظم الله وأجركم وأجركم في مصيبتكم التوانسة من من الاستقلال ويجاء أربي بتلانا بكمشة من الجهلة من بورقيبة البن علي القيس بورقيبة فوت علينا الثورة الصناعية لما استقلنا كانت الدول كلها تحاول تصنع يعني نحن لما استقلنا كنا خير من كوريا الجنوبية اللي تعمل الالجي وتعمل السامسونج وتعمل الطيارات وتعمل الدنيا كله كنا خير من ماليزيا ماليزيا لما استقلنا 56 هم استقلوا 57 بعدنا بعام كان ماليزيا كلها فيها ليسي واحد كانش فيها حتى جامع نحن كان عنا أقدم جامعة في الكورة الأرضية اللي هي جامعة الزيتونة وسكرها سكرها بجاهل يعني جاهل فدمرنا وفاتتنا الثورة الصناعية نحن من أكبر دول المنتجة للزيت ما عناش مصنع يصنع ماكينات التصفيت الزيت نحن عنا دولة في لحية عنا خمسة مليون هكتار صالح للزراعة ما نصنعوش تركتوه ما صنعوش العاجلة نصنعوش هات شيء نحن دولة تستنى في الناس باش يجيوا نقبوا على النفط من بره وبجنبنا ليبيا والجزائر الدول المليانة بالنفط والغاز ما عناش شركة نجم تقوم بالتنقيب تخرج للدول العالم ماليزيا الآن شركاتها منتع التنقيب تخرج للدول العالم تركيا شفت الحرب بين تركيا والإمارات ومع ذلك شركاتهم منتع التنقيب على النفط والغاز تخدم مع بعضها في إفريقيا اللغة فوت علينا برجيبة الثورة الصناعية وبقينا برجيبة عمل التعليم وكان الكذب والتنفيق جانا بن علي جت معاه الثورة الرقمية يعني بن علي شد الحكم في 87 الانترنت صنعت أو طرحت للبشر يعني طرحت لعامة الناس في 95 عنا مباشر عدى سكر على التواسل لا انترنت ولا دخلنا ولا حد شيء جهلنا الان اش يقولوا للناس يقولوا صاروا زوز ثورات كبار الثورة الكبرى هي لما اخترع الكهرباء لما اخترع الكهرباء حتى واحد ما كان يعرف انه الكهرباء ممكن نستخدمه في سيارة حتى واحد ما كان يعرف انه الكهرباء ممكن نستخدمه في إضاءة الطرقات حتى واحد ما كان يعني الاختراع والتطبيقات الاختراع مهمش كيف كيف يعني تولي بلا حدود فالآن الثورة دي كفاتتنا لأن الكهرباء هو اللي عمل الثورة الصناعية مكينات تخدم بالضوء أنا في عوض الواحد يغزل بيده ولا يغزل المكينات تمشي بالضوء وهلهم مجرد فوت علينا برقيمة الثورة الصناعية الثورة الثانية اللي هي ثورة الانترنت لما جدت الانترنت حتى واحد ما كان يعرف اللي بش نعملوا به هذا اللايب ستريمين وحتى واحد ما كان يعرف اللي بش يجي منها جوجل ويجي منها تشات جي بي دي ويجي منها كده الآن الثورة الثالثة اللي هي ثورة الجيل الخامس جي فايف جي فايف الآن العالم الكل متجاه فيه وبلوك تشين روبوتيزم والاي آي اللي هي أرتفشيل انتليجنز هذها للثورة جديدة ابتالانا ربي بواحد أجهل من صباته وانا طبعا مش مش رد على الكلام التاع لكن انت واحد جهل واحد مسطك ها استشهد بعلمية دكتور استشهد الكهرباء في فرنسا يجي من الطاقة النووية وبالتالي الناس اللي قاعدين يحذروا قاعدين يحذروا انه فيما يمكن ان يستعمل استعمال فاست يعني الكرهبة كتت صنعت من المذار متاع الكرهبة انتعمل اكسيدونات في الطريق وتموت لعبات كره بيضربوا في بعضهم يموتوا الناس اللي فيها نعم هذي من المذار متاحة لكن لو قبل الناس يمشوا بالكريطة وبالجمل وبالحصان حتى لو تنبشوا في بعضهم ما يجرش هي يتيح تتكسر مخروجته يعمل يزبس ويروح ما عادش عنده مشكلة ما يموتش ما تموت شعبات كاملة فالناس اللي قاعدة تحذر من الذكاء الاصطناعي يراه يحذروا من الاشياء الجانبية متاعه شنو هو الذكاء الاصطناعي انت شفتك تشد التليفون متاعك انت تكتب الله وهو يعطيك مقترح بعدها يقولك اكبر مثلا تحبش تكتب الله وك ها ولا تقوله انت تكتب ان لله وهو يعمل يقولك انت تحب تقوله وإليه رجعه هذا كذكاء الاصطناعي يعني هذين مش هنبصوا للأخوة والاخوات هذين في حده الأدنى حبت الان الجي فايف من التطبيقات متاعه اللي يحكيوا عليها مثلا اللي هو كومبايند مع الذكاء الاصطناعي مثال انه الثلاجة ممكن تولي تمشي بالذكاء الاصطناعي ها شمعنى بمعنى الثلاجة اتفيقا والحليب وفا في الثلاجة تعمل أوردر تعمل أوردر وحدها والأوردر يمشي لذكاء الاصطناعي آخر مكينة تخدم بذكاء الاصطناعي ويوصلك حتى للدار بهذه الديليبري الديليبري الاعتبار الذكاء الاصطناعي حتى احنا زادا في الخدمة بتاعي زادا عملنا استعملنا الابي اي بتاع الشات جي بي تي نعم لا ناس كلها تو دخلت الناس كلها حتى في البلاغ ساعات نكتب مقالات بالشات جي بي تي بينا فهو داخل الناس كل بي تستعملوا الناس الكل هذي شي جاي بي تفرض علينا الناس الناس اي شنو يحكيوا يقولوا راهوا عنده جوانب ضارة ردوا بالنا من هذا ما كان اما هذا يجي يقول وخطر داهم ومش عارف ايش ومثل الطائرة بدون طيار يا رسل الحم راهوا راهوا الطائرات بدون طيار الان هذا تفل انسيب اردوغان برقدار عمناه يدخل منها مليار دولار وعملة صعبة غير غير اللي اعطاه غير اللي اعطاه لش اسمه للجيش التركي نحن في تونس طلبا انا قبلت دكاترة طلبا يعني طلب الدكتوراه واخذوا الدكتوراه متاعها يعمل المشروع متاعه كامل على الطائرة بدون طيار لكن في نهاية الامر ما يقدرش ينفذها ما يجيبش لانه ممنوع عليه طير طاصة من اللرد تطلع الفوق يعدوا هالو يدخلوه الحبس وهنا شفت انا في بعض المرة خريت في جريدة تونسية القاء القبض على واحد وحطوه في السجن وبعد استشارة النيابة العمومية شوفها كالتوزة حكمة لانا نيابة عمومية جاهل يستشير في جاه واستشارت وقع الاحتفاظ به لانه قاعد يصنع في طائرة بدون طيار احنا سمحني دكتور هوم الغرائب اليابان عندنا لدرون وتنجم تشري اي سيبر ماركت وتشري درون وتم مهاجمة منزل رئيس الحكومة الياباني بدرون عن بعد ورغم ذلك لم يمنعوا يعني الدرون هذه تصير ومؤخرا منذ ثلاث أشهر رئيس الحكومة في زيارة المدينة مدن في اليابان وطحت عليها درون فما واحد يطير في درون حاب يضربوا بالدرون ورغم ذلك لم تمنع الدرون ايه معنى توقيع الجماعة دخلوا طيارة في بنية في أمريكا باش تتمنع الطيارات ايه مثلا ايه ولا واحد ولا واحد استعمل الصيارة متاعه ودخل في غيره ولا قتل واحد متعمد بالكربع باش تتمنع الكراهب هذا جهل هذا نحن بتولينا بإنسان جهل ليه شنو يحكي ولا داري على الدنيا باش رحلة لكن اتوان سألكم الله لأنه الآن كأنها دولة تتجه نحو الجهل خلينا الآن من الاستبداد والخبز مثلا ماش والزيت مثلا ماش الآن دولة كاملة تتجه نحو الجهل شوف قديش من أسادة ودكاترة ولا واحد قام له رض عليه بكلمة ولا واحد أسادة ودكاترة وقتهاش هذا في يوم العلم يعني في يوم العلم اللي معناها علماء حاضري وعقنا نحن هو يعمل الخطاب ومشي يردوا عليه يعني رضش عليه الصحاف هاو الأعلام رض ما رض عليه حتى واحد للأسف للأسف معناها بلاد كاملة متوجهة نحو الجهل يعني ذكاء الذكاء للصنعي راهوا الآن ما فيش جامعة المحترمة ما درسش الذكاء الاصطناعي الآن ما فيش مواد هندسية إلا ويكون عندك على الأقل الموديل تقراه في ذكاء اصطناعي دكتور سمحني على المقاطعة مرة أخرى اللي بوت كامب أصلا دخلوا الكورس متع الليرنينج متع اللي هو مبدأ من مبدأ الأي آي يعني طبعا مش حتى جامعات يعني حتى بوت كامب اللي هما تمويلهم صغير جدا يعني اللي الآن ستارتابس في أمريكا اليوم نسمع فيه واحد مستثمر قال أنه كل ستارتابس لازم عندهم عنصر من العناصر الطرح متاحهم فيه الأي آي لأنه بش يدخل في حياة الناس يدخل في كل شي نعم يدخلوا في كل شي أنا الآن عندي شركة صغيرة انتور في أي آي معناه الذكاء الاصطناعي في البحوث القانوني مرات معناه أنت تحب في قضية معينة تحب تجيب النصوص القانونية كل النصوص القانونية وترتبها ترتيب معين وكل شي هذا في الماضي كان يأخذ وقت كبير يوقع وقت كبير ترجع للمراجع وترجع كذا وترجع الآن هذا في تركيا تعمل أنا أخذي الفكرة من الأتراك هذا في تركيا معمول وقاعد يشتغل من جملة هذا التحليل المتاع الـ أي آي الدول اللي فيها ما فيهش برشة ما قاعدين يستعملوا في هذه الطائرات بدون طيار وال وتحليل الذكاء الاصطناعي كي يجي يسقي الماء يسقي وين العروق بالضبط والشجرة اللي نقصها ما يسقيش خط كامل متاع أشجار ولا كي يبدأ حق متاع قمح ولا متاع رز ولا حاجة يشوف وين أنا هي النبتات البقعة اللي نقص ماء يمشي يسقيها هي فقط هذا كله بالتحليل بالذكاء الاصطناعي يعني هي ثورة علمية كبرى ثورة علمية كبرى والجهل يقولنا راه خطر دهم هذا والله عظم الله جوركم عظم الله أجركم يعني مصيبة ليس مثلها مصيبة يعني الدول الخليج اللي يضحق عليهم وبول البعير وكذا الآن دخلوها في النوادي يعطيك الآن يعطيك تركيا مثلا تركيا الآن لو عندك بحث علمي أو عندك مشروع فيه عنصر الذكاء الاصطناعي تاخذ منحة من الدول شو ما إذا عمنا يفهموش إذا عمنا ترى السعودية الآن السعودية أي مواطن طالب سعودي أو باحث عنده مشروع يدخل فيه الذكاء الاصطناعي ياخذ منحة كبيرة من الدول التمويل كامل في مرحلة البحث منحة من الدول ولما توصل إلى منتوج معين جهات كثيرة حكومية تستثمر معاك في المشروع متاعك وانت عندك مجرد الفكر نحن في تونس التوانسة ماناش نقصين ذكاء ماناش نقصين ذكاء ولذلك نشوف فيهم برشة توانسة البرى ماشاء الله ناجحين وواصلين ودوب ما يخرج من تونس تفتح أمامه يبدع أول ما يخرج من تونس يبدع لأنه لأنه الفرص تفتح أمامه لأنه للأسف التونس تقتل الطموح مش هي تونس ما نظلموش تونس الحكام لما انت حاكم على أعلى مستوى يتكلم الكلام هذا ما يستحقش الرد أنا غير ما نشوف كلام وكلمة بالكلمة أما الدليل متاع إنسان جاهل مشكلة سيدي إنسان جاهل تبدأش تفتيلينا خطر الدهم وشو عارف وشو وسيدمر البشرية أنا دمر البشرية في عوض مش تقولوا نحن دولة ناقصة طاقة ومعناش بترول ومعناش علش ما نعملوش مفاعلات نووية هاي النيجر بجنبنا نجيبوا منها نجيبوا منها اليورانيوم خمسة ستة سنين تعمل مفاعل نوو خمسة مفاعلات نووية يحكموا في الطاقة الكهربائية متاع تونس كلها خمسة مفاعلات نغطيوا بلادنا بالكامل عليهم وعننا مهندسين وعننا سادة متاع فيزياء هاهم بالستين سنين يخرجوا تقاعد عليهم يخرجوا تقاعد ترميهم أكيكا طاقات علمية حللهم مركز بحوث داخل الجامعات وهما ياخذوا في الفلوس التقاعد متاعهم ياخذ فماش تفكير الآن يقول عدو الذكاء الاصطناعي عدو للفكر البشري وليه وشنوه العبادة عملوا الذكاء الاصطناعي برجليهم وليه وعملوا بفكرهم بلك بلك الناس تعملت ركيبها ولا رجليها باش وصلوا إلى نتائج الذكاء الاصطناعي وهذا كقمة الفكر وقمة الذكاء الذكاء البشري هو الولد الذكاء الاصطناعي ولن يفوق الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري البشر اللي من صنع رب العالمين مستحيل تصنع حاجة أكبر منه في أعلى مستوى الذكاء احنا صنعنا دي ما مش نفوق على فالناس قاعدت تنتبه لما يمكن يعني لما عملوا الطاقة النووية الناس مرموش الطاقة النووية الطاقة النووية تقتل تقتل تفني البشر قادر على إفناء البشر صحيح ولا؟ صحيح عندها استعمالات أخرى مفيدة مثل استعمالات الطبية ومثل استعمالات في الكهرباء أنا ذكرتك بعض البشري شنو عملوا عملوا وكالة وكالة طاقة ذرية في فيينا عملوا وكالة اجتمعت الدول وحطوا فيها الخبراء وقالوا إلي يحب يطور لأسباب سلمية الوكالة تعاون وتقف معاه ومن ناحية العسكرية وقال لك نحن نمنع الدول باستثناء خمسة دول البقية ما عندهم مش عقيمة وسلاح نوو هذه هي الطريقة من الطرق فإيلون موسك والبعض المستثمرين وبعض العلماء وبعض المفكرين هذا ليش يدعيه؟ يدعيه أنه نعملوا لجنة هيئة تراقب أنه الذكاء الاصطناعي يمشي في إطار مصلحة البشر ما ينفع البشر وأي تطوير للذكاء الاصطناعي بما لا ينفع البشر نحوه هذا مكان يعني ونعملوله شوية قيود هذا هو الناس أما ولا واحد يقول ذكاء الاصطناعي تدمير للفكر البشري بشر المصيبة هذا من ينحل على تونس فما سؤال من الأخت كوكي أمال نحب نجاوبها قالت الدكتور يقال أن الذكاء الاصطناعي سيمس كل المجالات إلى الفلاحة هل صحيح؟ بالعكس الفلاحة من أول مجالات التي تمسها؟ أول مجال أول مجال بش يستفيد مش يتمس بش يستفيد يستفيد هو الفلاح أول مجال مش تكون فيها أكثر أكثر استفادة هذا مثال شركة يانمار اليابانية عاملة يعني تركتورات تمشي بالذكاء الاصطناعي من دون من دون من دون سائق يعني وكل ماكينة تتبع في الأخرى حسب يعني حسب المهمة وعملة أيضا درون للسقي والمبيدات هي تتفقد النباتات وتعمل أنا عطيتها مجرد مثال للتطبيق للذكاء الاصطناعي شركت يانمار الياباني يا سيدي شفت الحقل هذاك نعم أنا الأسبوع الفارض فقط قبلت جماعة أتراك شباب صغار صغار جدا باحثين أتراك طوروا وعطتهم الدولة التركية تموي طوروا أنه يبعثوا درون تتفقد تتفقد الحقل كامل مثلا أنت زارع ونقولوا زراعة طماطم ولا فلفل ولا قمح ولا حاجة الدرون تعمل مسح كامل لو واحد يدخل يمشي ولا حد شيء قدرون تعمل مسح كامل بعد ما تعمل مسح كامل تحدد الأماكن اللي تحتاج إلى مياه نعم بعدها هي ترسل إلى مركز تحكم والمياه تمشي للمناطق هذيك تعمل تحليل شنو الأمراض الموجودة وتجي الدواء يجي للمناطق هذيك التحديد وهذه يعملوا بصيفة أوتوماتيكية بمعنى أنه الدرون تشوف شنوه نقص إذا تأكدت إذا تأكدت أنه الحق النقص ما تعطي عن طريق الذكاء للصناعة تعطي أمر للمطور اللي خرج الماء من البير مثلا إذا عندك سقو بالبير ولا من براج ولا من حاجة تعطيه تعطيه الإذن وهو يشغل روحه بروحه ويسقي وبعد عنده يعمل لحساب وقتاش لازمه ويعطي الدواء هذا بالعكس ذكاء الصناعي في الفلاحة أهم استعمال أهم استعمال نعم وأنا كم كنت أتمنى أنا بعد الثورة حبيت نعمل نادي للطائرات هذه بدون طائر درون نعم درون لأنه ثم بارش الشباب تونسة عندهم ماكو الوقت الضايع ولكن ريت عندهم ذكاء كبير قلت نجيبهم عشر عشرين واحدة ما تكلفش فلوس يعني ما تكلفش حاجة كبيرة حتى حتى بالفلوس التونسية وبطاقة تونسة حاجات بسيطة مايش حاجة كبيرة نعم وتجيب المكونات وتعملهم نادي يزم يدخل في تفكير الناس رقيت واش قالوا قالوا ممنوع ممنوع عند قطع دخلك الحبس نسمع كان كلمة يساق ممنوع ممنوع كل شيء ممنوع في تونس حتى تونسي لقوا عنده كالبيتكوين كالذهب ذكا دكتور رميه في الحب تونسي أولاد شاب يعني مدام رئيسنا قال لك معناها غدوة واحد يعمل مقال حول الذكاء الاصطناعي يدخلوا الحبس لأن الرئيس هو يذكرني مرة في التلفزيون الليبي يناقشوا بعض الأسات الجامعين يناقشوا في مظاهر أنهم يرموا الليبيين يرموا برشا ماك لطايبة في الشوارع بدأوا يحكي وأنه ظاهرة هذه مشبهية في المجتمع الليبي أنه تجي للماكلة وطايش اشترها وطايش اشترها في الآخرة أحصائيات المهم التحدة تقول أنه 30% من الماكلة في العالم تطايش فهما يناقشوا في المسألة هذه الجذافي عنده الطريقة يدخل بها مباشرة على المباشرة سبهم سبهم قال لهم أنتم تسبوا في الشعب الليبي ترى هذه علامات رفاهية وعلامات خير عند الشعب الليبي ترى كونكم منتم تسبوا الشعب الليبي الشعب الليبي العظيم فبقاً فبقاً من من علامات الخير خارج من علامات الخير والبركة عند الشعب الليبي للعباد ما عادش تنجم تمشي من الرواحي من الرواحي حول باش بعد 15 يوم باش دوز فأنا أخشى الآن أنه المحاكم التونسية تبدأ تعمل لنا بدعة جديدة وخاصة برلمان الصم يقعد لنا قانون أنه أي واحد يكتب في الذكاء الاصطناعي أو يطبق أو يعمل بحث يدخل الحبس لأنه الزعيم القائد المهبول قال لكم الذكاء الاصطناعي خطر دهم والله يجنون هذية أصلاً هو أعتبر البرلمان خطر دهم تمشي على الذكاء الاصطناعي البرلمان هو يفهم في السياسة لعلا يفهم حاجة في السياسة أما هذا وإن تفهم على أبوها وإن تفهم على الذكاء الاصطناعي وإن تدري عليه لعل يحسابه معناها قالب صابون أو حاجة أنا ما ريتش أجهل ما البشر هذية جهل اللغة العربية مكسرة ما يتكلم حتى لغة أجنبية ما يفهم في حتى شي عنده هذي وضعه والحمار وأكله والدستور كلمتين مرة قبلت واحدة تونسية قدلي هذا ما قريت عنده قد هذا كل كل فصل هذه الحكايات اللي حكيها كل من أول العام الأخر العام هذه اللي حكي لهم في الفصل المتاح على كل حال الله يجعل خير وكو الله يجعل خير طيب دكتور الخبر الأخير أنه